خلينا أدخل معك شوية في العيادة أعطينا مواقف من العيادة مرت عليك دكتور لا تنساها والله طبعا العيادة كل يوم فيها قصة جديدة بعضها مضحك بعضها مؤلم بعضها مسلي بعضها يعني بعضها فيه تجد الوفاء في أجمل صوره وخصوص العلاقة بين الزوج والزوجة وغيرهم بعضها تجد الصبر في أجمل أشكاله والرضا أنا دائما أذكر أحد مرضاي اسمه أحمد السالمي أحمد السلامي فأحمد أصيب بمرض سلطان في العين وطبعا لما نجأت من البعثة هو كان بدأ علاجه لكن لما جئت يعني صار هو يتابع معي وكان عمر واحد وعشرين سنة فكان يعني مصاب مرض هذا وكان في مرحلة متقدمة وذهب الخارج وما مات ما تسرط يعني الله ما كتب له الشفاء لكنه تعامل مع حالته بكل رضا وقبول وهو يعرف أنه يعني أنه مقبل على المغادرة أثناء رجعت مدى قرر أن يتزوج هو في مراحل مرض النهائية وعزمنا اللي فرحه حضرنا فرحه كان فرحه في المنطقة الشرقية وأذكر هذا الفرح من أجمل المناسبات اللي حضرتها حقيقة كان في عدد مهوم الناس ممكن فوق 670 شخص وأحمد كان يعني مغطي عينه بشاشة طبعا في عين لأنه زيلت فمغطي عينه بشاشة وحط يعني زي يعني موشي دياني وستزوج أحمد وخلف أحد أبنائه وكان دائما مبتسب يعني سبحان الله مرة على المرض ممكن سانية ثلاثمات وهو يعاني لكن بابتسامة توفى الله إنساء الله يجعله في جنات النعيم اللهم ابنه أنا توصط مع أحد أقاربه أظنه في الثانوية أو الجامعة حاليا والحياة استمرت فهذا كان من الأشخاص اللي كان يعني متفاعلين مع مرضهم بشكل جيد